مرحبا وضحية للجميع موتى بلا قبور مسرحية للفيلسوف والأديب الفرنسي الكبير جون بول سارتر وصدرت في عام هذه المسرحية صدرت في عام 1944 وطبعا العالم في حينه كان ما يزال واقعا تحت صدمة وأهوال الحرب العالمية الثانية وكعدد سارتر وعدد أغلب أعماله سواء الأدبية أو المسرحية أو حتى الفلسفية ففيها يقدم لنا سارتر طبعا جانب من فلسفته الوجودية وأيضا يبرز لنا مفهوم الالتزام لديه من حيث أن هذه الأعمال في نهاية الأمر تعالج قضايا الوجود الشخصي والحرية والعبث والمعنى وبالتالي في الشخصية في عالم سارتر الأدبي دائما ما تضع وجودها في موضع التساؤل الدائم طبعا لكي تستطيع أن تعرف الموقف الذي يجب أن تتخذه من أجل أن تعرف موقفها بشكل أو بآخر من أجل أن تتعرف على صلتها بالآخرين ومن أجل أن تعرف المصير الذي قد تصير إليه انطلاقا من حريتها وممارسة هذه الحرية وكيف يمكن أن يفضي كل ذلك ربما إلى منح الوجود شيء من المعنى طيب فيما قصة المسرحية فتدور قصة المسرحية حول مجموعة من المقاومة الفرنسية طبعا بل الاحتلال النازي لفرنسا فبعد فشل إحدى عملياتها تقع هذه المجموعة في الأسر ولا ينجو إلا قائد المجموعة جون ثم يوضع هؤلاء في مكان كئيب في غرفة كئيبة طبعا داخل مركز القوات الموالية لسلطات الاحتلال بهدف التحقيق معهم ويطعرضون لأبشع أنواع التعذيب تحديدا كي يعترفوا على مكان اختباء قائد المجموعة جون وستدور حوارات فلسفية عميقة جدا طبعا بين أفراد المجموعة هؤلاء الذين أدركوا أدركوا تمام الإدراك بأنهم لن ينجوا أبدا وبأن مصيرهم المحتوم هو الموت أيضا يعلمون بأنهم سيعذبون دون رحمة أو شفقة وابتلي أمامهم خيارا إما الاعتراف وخيانة القضية التي ناضلوا من أجلها وأما لا التضحية والتضحية واحتمال التعذيب وربما تقبل الموت وهكذا تقرر المجموعة أن تتحمل أن تصمد أن تصمد لكن سنرى بأن مشاهد التعذيب والتي يصورها لنا هذا المبدع الكبير صارتر مشاهد التعذيب فعلا كانت مروعة وابتلي لم يحتمل بعض من أفراد المجموعة فمثلا هناك أحد الأعضاء سنراه لن يحتمل التعذيب أبدا وسيرمي بنفسه من النافذة طبعا مفضلا الموت على الاعتراف فقد شعر بأنه لم يعد يحتمل وبالتالي سيقدم على الاعتراف من واقع أنه ما عدا قادرا على تحمل العذاب والألب ففضل الانتحار على الاعتراف أيضا سنجد أن من بين أعضاء المجموعة هناك فرانسوا الفتى الغر وأخته لوسي فرانسوا كان فتى في الستة عشر من عمره فقط وهو أصلا انضم للمقاومة ليعيش تجربة تجربة حماسية مشوقة في مكان ما لا أكثر ولا أقل في حين أن أخته لوسي وهي بالمناسبة أيضا حبيبة قائد المجموعة الذي نجى من الأسر جون سنرى بأن لوسي ورغم تعرضها لأبشع أنواع التعذيب وحتى للاختصاب الجماعي إلا أنها ظلت صامدة وهكذا إلى أن تفاجأ المجموعة بجون قائد المجموعة القائد تفاجأ بجون وهو يدخل إلى السجن باسم آخر وبشخصية أخرى فجون دبر مسألة أن يدخل إلى السجن وكان الهدف من دخوله طبعا هو حث أعضاء المجموعة على الصمود وعدم الاعتراف وسنرى بعد نقاش عميق جدا كيف أن الاتجاه لدى أفراد المجموعة كان نحو الثبات لكن سيفاجأ الجميع بفرونسوال فتى الفتى اليافع وهو يخبرهم بأنه لم يعد يستطيع أن يتحمل وأصلا هو شارك معهم شارك في المقاومة كما قلنا على سبيل المغامرة لكن أن يصل الأمر إلى الموت فلا قرر أن يعترف قال لهم طبعا بما معناه أنا مغامر أريد أن أعيش كمغامر ولا أريد أن أموت حتى كبطل طبعا تجري محاولات حثيثة لإقناع فرونسوال الفتى بعدم الاعتراف لكن عند فشل كل هذه المحاولات سنرى بأن أفراد المجموعة سيقدمون على قتله وبموافقة أخته لوسي وبعدها سنرى باقي أفراد المجموعة كمثل هنري ولاندريو ولوسي سيعملون بنصيحة قدمهم لها جون فجون وقبل أن يغادر السجن يعني أرشدهم إلى من مثل خدعة لن تجعلهم يعترفوا ويصبحوا خائنين للقضية لكن بالمقابل أيضا يعني قد ربما قد تؤدي هذه الخدعة إلى إطلاق صراحهم فأخبرهم جون بأنه سيضع أوراقه الثووتية في جيب زميل لهم كان قد قتل أثناء المعركة وبالتالي عليهم أن يخبروا الجنود بأنهم قرروا الاعتراف وبعدها يقدمون لهم هذه المعلومة الخاطئة وعندما يتأكد منها الجنود ومن أن جون بالفعل قد قتل في المعركة وليس هارب فربما هنا سيعملون على إطلاق صراحهم طبعا لأنهم تعاونوا ولأنهم اعترفوا في نهاية الأمر وهذا ما حدث بالفعل فقبيل الجولة الثانية من التعذيب أخبر أفراد المجموعة المحقق بأنهم قرروا أن يعترفوا وقالوا له بأن جون قتل وبأنهم موجود في المكان الفلاني إلى آخره وبعد أن تأكد الجنود من هذه المعلومة بدل أن يطلق صراح أفراد المجموعة سنجد بأنهم سيعدمون رميا بالرصاص ولطلق جثثهم في العراء لطلق الجثث في العراء بلا دفن وبلا قبور لتضمها طيب للمسرحية بعدان واحد مأساوي والآخر فلسفي وجوده فيما خص بداية البعد المأساوي فطبعا يتمثل في كل تلك المعاناة التي مر بها أفراد المجموعة يتمثل في كل العذابات التي لا تحتمل والتي طبعا صبت على أفراد المجموعة وبالتالي السؤال الذي ممكن أن يطرح هنا هو عن مدى قدرة الإنسان على التحمل مدى قدرة الإنسان على التحمل طبعا في سبيل ما يؤمن به من قيم ومن مبادئ سامية ونبيلة وممكن أيضا أن يطرح تساؤل آخر حول هل أن التضحية وحتى الموت في سبيل القضية طيب هل هو الحل الأمثل أم أن النجاة لمواصلة النضال لربما هو الحل الأفضل أو الأمثل أيضا سنجد في المسرحية بعد ذاتي مستتر في مكان ما يعني كشفه لنا سارتر ولو بشكل رمزي وهذا البعد يتمثل في وجود رغبة دفينة عند كل فرد من أفراد المجموعة رغبة دفينة ذاتية داخلية تتعلق بمسألة تحقيق الوجود الذاتي وصنع معنى لهذا الوجود وهذا المعنى يتمثل طبعا في الوصول إلى المجد وإلى البطولة في لعب دور البطولة للوصول إلى المجد هذا المجد الذي قد ينال فقط يعني كما يقال من خلال إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة فيحاول أن يلمح لنا سارتر بأن إلى جانب طبعا إيمان هؤلاء بالقضية الكبرى وهي قضية الوطن والتحرر والتحرير إلى آخره أيضا كان يوجد رغبة دفينة رغبة داخلية ذاتية لدى كل فرد في صنع مجد ذاتي لذاته لشخصه تتمثل في لعب دور البطولة وبالتالي الوصول إلى المجد إما منتصرا وإما شهدا أما وجوديا فسنرى بأن المأزق الذي وضع سارتر الشخصيات في خضمه فهذا المأزق طبعا سيكشف عن وجودهم وكيف أنه سيدفعهم لمنح هذا الوجود بمعنى ما بغية انتشال وجودهم من هوة العبث هذا العبث الذي يحيط بالوجود وبالحياة من كل اتجاه وصوب فالإنسان كما دائما يخبرنا سارتر وكما تخبرنا الفلسفة الوجودية وحتى العبثية فهذا الإنسان يعيش رحلة حياته المضنية والمتعبة محصورا دائما بين لحظتين من لحظات العبث لحظة الولادة ولحظة الموت لحظة الميلاد ولحظة الموت فلحظة الميلاد أو الولادة طبعا إضافة لقدر الحياة فالإنسان واقعا يعني يقف أمام أمام ولادته أمام حياته أمام وجوده عاجزا فلا قدرة للإنسان على فعل أي شيء هنا فأصلا هذا الإنسان رمي به إلى ساحل الوجود إلى صحراء الوجود القاحلة من دون أن يستشار لكن بعد أن وجد فكما يشدد دائما سارتر رمي بنا إلى الوجود لكننا في نهاية الأمر وجدنا وبالتالي علينا نحن أن نقرر شكل الحياة التي يجب أن نحياها نحن من يستطيع أن يجعل لهذه الحياة معنا وهنا في المسرحية سنجد أن أمام الشخصيات فرصة أمام الشخصيات فرصة لتحويل الموت إلى معنى ما طبعا الموت من أجل الوطن والقضية والحرية ممكن أن يكون معنى معنى يتمرد على عبث الوجود والحياة في حين أن الموت بعد الذل بعد المهانة بعد الاستكانة وقع أنه موت عبثي موت لن يمنح للوجود ولا الحياة ولا الوجود الذاتي أي معنى هذا الموت العبثي ما هو إلا استسلام استسلام مقيد في مكان المال لبل هو بمثابة تأكيد ومضاعفة للعبث في حين أن الموت من أجل قضية كبرى قضية نبيلة فقد يمنح هذا الوجود حتى بعد انتهاءه الشيء من المعنى وهكذا وجه أفراد المجموعة كما رأينا في العمل أو كما سيرى من سيقرأ المسرحية واجهوا صنوف التعذيب المختلفة بجسارة طبعا كان من الممكن أن يعترفوا فيرتاحوا من العذاب لكنهم كانوا سيخسرون بذلك معنى وجودهم وسيخسرون القضية التي دافعوا وناضلوا وضحوا بالغالي والثمين من أجلها ولذلك كان الخيار الآخر يتمثل في الصمود أن يصمدوا من أجل من أجل حرية الوطن من أجل حرية الشعب الفرنسي يعني حتى لو لو انتهى الأمر بالموت بالشهادة فمن خلال هذه الشهادة ستتحقق حرية الوطن والشعب وبالتالي حتى هم سيصبحون أحرار هذا هو محك الاختبار على النمط الوجود إن أردتم هذه هي الحرية التي تعني المسؤولية فأنا صحيح لم أختر أن أوجد لكنني في نهاية الأمر وجدت وعلي بالتالي أن أصنع ما هي أن أختار طريقي في الحياة أن أخلق بنفسي لنفسي معنى لوجودي وهكذا اختار أعضاء المجموعة الموت اختاروا الشهادة لأنهم اختاروا الحياة اختاروا الموت لأنهم اختاروا الحياة فهذه ثقافة حياة وليست ثقافة بوت كما يحاول أن يقول لنا سارتر ففي موت هؤلاء الحرية في موتهم هم أحرار هم أحرار في موتهم لأنهم اختاروا الحرية على العبودية لأنهم لم يكونوا عبيد للخوف والترهيب لم يذعنوا لم يتخلوا عن موقفهم عن مبادئهم وهل هناك أسمى من حرية تقضي على نفسها لتبقى حرة هل هناك أسمى من حرية تقضي على نفسها لتبقى حرة هذا ما يحاول طبعا من وجهة نظري المتواضعة جدا هذا ما يحاول أن يقوله لنا جون بول سارتر فإن كان الوجود عبثي والحياة عبثية طيب لنحاول أن يكون أن نجعل أو أن نصنع لهذه الحياة معنى خاص وأي معنى أعظم من الحرية أي معنى أجل من الحرية الحرية هي المعنى التي لا يعلو فوقها أي معنى ولذلك رأينا المجموعة وقد ضحب بنفسها طبعا ليس من أجل جون القائد لا جون تفصيل في الأمر وإنما ضحب بنفسها من أجل أن تتحقق الحرية من أجل تحقق الحرية بدءا من حرية الذات حرية الذات أمام مستبد ظالم يريد أن أن يتشفى أن يتمتع بنظرات الذل والانكسار والمهانة في عيون أسراء وثانيا من أجل حرية الوطن وثالثا من أجل حرية الشعب ورابعا نردت من أجل من أجل حرية حرية الحياة في مكان ما أو من أجل أن تتحقق الحياة التي ستكون فعلا أو كانت فعلا جديرة بأن تعاش ضح أفراد المجموعة بنفسهم أو بأنفسهم وكانوا يعرفون بأنهم موتى وبأنه لن تشاد لهم قبور ومع ذلك اختاروا أن يقدموا مثال مثال عن معنى الحرية والمسؤولية وعن معنى الالتزام وكيف أن الحرية هي أو أن المسؤولية هي قرينة الحرية أو أن لا حرية دون مسؤولية ودون التزام فعندما تختار أنت لا تختار هنا لنفسك فقط لا طبعا بحسب وجودية سارتر فعندما تختار أنت عليك أن تختار عندما تختار عليك أن تختار وكأنك مسؤول عن عن الجميع وليس فقط عن ذاتك وابتالي عليك أن تختار المثال الجيد عليك أن تختار المثال الجيد المثال الجدير بالاتباع وطبعا هذه القضية بالتحديد يعني كما هو معروف يا جوهر فلسفة الحرية والمسؤولية والالتزام عند هذا الكبير جون بول سارتر وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر